مرحلة جديدة من متابعة تنفيذ دولة فلسطين لالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان أعلن عن بدئها وزير الخارجية الفلسطيني وذلك عبر إطلاق مشروع يسمى التزامات فلسطين بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تعزيز قدرات التنفيذ وتطوير أدوات المساءلة ضمن رؤية وطنية تسعى لصون وحماية حقوق الشعب الفلسطيني أطلقت وزارة الخارجية الفلسطينية وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي مشروع التزام فلسطين بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي يترتب عليها التزام الحكومة الفلسطينية بالقوانين والتشريعات الدولية كما وتشكل ورقة ضغط لمواجهة الاحتلال نريد بعد أن نضمينا إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بحقوق الإنسان أن نستكمل مثل هذه الخطوات عبر تقديم التقارير حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبالتالي نريد أن نستفيد من الانضمام إلى هذه الاتفاقات المعاهدات لكي نفعل هذه الاتفاقات المعاهدات لتكون هي أداء إيجابية إضافية نستطيع أن نستعملها من أجل فضح ما تقوم بإسرائيل من خروقات فيما يتعلق بحقوق الإنسان ورغم أن انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية يؤكد اعتراف المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني إلا أن وحتى هذه اللحظة تتعرب هذه الدول من مسؤولياتها اتجاه إلزام الاحتلال باحترام الحقوق الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني الآن الطرف الآلي الوحيد الذي يصر المجتمع الدولي على استخدامها هي الدبلوماسية من خلال الحوار ومن خلال المؤتمرات السلام التي أثبتت أنها فشلت وبالتالي نحن ندعو المجتمع الدولي إلى استخدام أدوات مثل فرض العقوبات على دولة الاحتلال هذا ما يتيح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمجلس الأمن والجمعية العامة على مستوى دولي حتى يفرض احترام القانون الدولي على دولة الاحتلال التي تخالف بشكل مناجي وبشكل يومي وعلى مدوار عقود طويلة وتم استخدام مثل هذه الآليات مع دول أخرى ولكن للأسف يتحاشو استخدامها مع دولة الاحتلال دولة فلسطين لم تقف عند حد انضمامها لسبعة اتفاقات أساسية لحقوق الإنسان قبل ثلاثة أعوام بل باشرت بالعمل على إعداد البنية التحتية لصون هذه الحقوق لتسجل اليوم إنجازا إضافيا يسعى لتعزيز مكانة فلسطين دوليا ويساهم في فطح الاحتلال وجرائمه المستمرة من مدينة رمالة المحتلة آية الخطيب رؤيا